بسم الله وبركاته جمعة مباركة اه ويا رب بتكونوا بخير ونفضل دايما على طول مع بعض كاس العرب خلاص بعد يومين نهائي مصر والسعودية ان شاء الله يطلع بخير باذن الله اه التحكيم تحكيم في كاس العرب هنقول فيه مشات كتيرة ما كانش فيها جمهور اه ما كانش فيه ضغط قوي برضو انت بتتعامل مع الشباب صغيرة اه غير ما بتتعامل مع العيبة اكبار وتعارف فيه العيبة بتبقى رخمة قوي مع الحكام كانش فيه ضغط قوي على التحكيم والتحكيم كان جيد جدا بالمقارنة دايما بيجي في زهني بطولة الامم الافريكية اللي في الكاميرون بالمقارنة للتحكيم اه في البطولة لأ الحكام العرب فيهم خير اه جيدين اه ما كانش معهم فار تعارفين الفار بيقلل الاخطاء طبعا اه والله في حكم مش حافز اسامي بس في حكم سعودي كان كويس جدا حكم اماراتي حكم كزائري كان كويس جدا حكم ليبي كان كويس جدا مش حافز اسامي للأسف ولكن بصراحة كانوا جيدين ما فيش واحد يعني طلعنا كده كلنا بعد ما شو قلنا اه 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 فيش يعني يعني حتى انا في تحليلي في مبارات الجزائر ومصر ذكرت ان الجزائر لها لها تسلل اه اتحسب تسلل لها هدف اكيد اتحسب تسلل ودي اه الحكم اللي هو الزنب ارايا رفع في حسب تسلل لو في فار مش هنجيب السيرة لان الحكم هيصحح من خطو لو في فار وفي مثلا نقول ضربة جزاء صحيحة للجزائر ولكن هي ما اثرتش في المباراة لان انا قلت قلتها قلتها في التحليل قلت الجزائر ليه هدف اتلغى وليه ضربة جزاء لكن مصر تستحق قلت كده على طول وبرضو كان فيه مطشة قبلها الجزائر وتونس برضو نفس الكلام الجزائر تستحق التسعين دي انها تكسب اه وليها ضربة جزاء في الاخر وفيه هدف جاء لتونس وانا شايف ان جات في ايدل والحكم شافها جات في ايدل المهاجم تونس وتحسبت في ناس بتقول انت ليه ما تكلمتش عليها هي الاحكم حسابها صح انها فعلا جات في ايده وانا شايفها جات في ايده مفيش داعنا نقولها بصوا جماعة بالنسبة والله فرصة كويس ان انا لازم اتكلف الموضوع ده بالنسبة للتحكيم انا في تحليل للمباراة بقالي سنين الحمد لله على الفيسبوك وعلى اليوتيوب بتكلم بعد المباراة على اسباب الفوز اسباب الفوز الفنية المدرب عمل ايه هنا وكسب المدرب التاني ايه اللي عمله غلط المميزات الحاجات اللي اثرت فنيا على المباراة فيه ساعات فيه ساعات بيستفزيني ان انا بتكلم عن الحكام بس ساعات كتيرة جدا فيديوهات كتيرة جدا ما بجيبش سيرة الحكام الا لما اكون انا اخدوا بالكم من كلمة انا دي لما اكون انا من وجهة نظري انا يعني ممكن بكون وجهة نظري غلط وانا بشوف المباراة كده شايف ان الحكم اثر على نتيجة المباراة من وجهة نظري فاطلع اتكلم في الفيديو زي مثلا الحكم مباراة الجزائر والكاميرون اللي الكاميرون تأهل فيها كساة انا بعد المباراة قلت لا فيه اربع خمس اخطاء مصايم وجهة نظري وجهة نظري انا بتكلم يا جماعة لما اطلع احل المباراة واسكر الحكم في جملة بتبقى وجهة نظري انا انما انا مش خبير تحكيمي بس انا بقول وجهة نظري بقول الحكم بصراحة بتاع مطش الكاميرون الجزائر اللي الكاميرون نوصل فيه كاسا عالم الحكم عمل خمس اخطاء على الجزائر بصراحة واضحين جدا ده وجهة نظري فهمتو قصدي ازاي يبقى انا في تحليل المباراة لما لما باجيب سيرة الحكم لما باجيب سيرة الحكم بتبقى وجهة نظري انا حاجة سفزتني كده اثناء المرحل حسن الحكم اا عمل حاجة غلط فقلت زي مسلا مطش مصر والجزائر تحت عشرين سنة قلت في التحليل قلت الجزائر اا ليه هدف صحيح اتلغى وليه ضربة الجزائر ولكن ولكن مصر هي اللي تستحق الفوز قلت ان الحكم غلط بس قلت الحق ااا مش كتير قوي بتكلم عن الحكام محبش اتكلم عن الحكام كتير قوي الا لما انا بشوف في تحليلي ان محتاج اقول ان الحكم اثر في النتيجة واتبقى وجهة نظري انا فيه ناس بقاتا هي تطلع كابتن انت ليه ما تكلمتش على الحكم في الكرة كزا ليه ما انا لو طلعت بقى في التحليل المباراة ده انا اصلا بكت بتاع عشرين نقطة عايز اتكلم فيها والله بكلم في خمس ست نقط عشان الوقت ما ينفعش احل النص ساعة انا بحل لست دقايق سبعة دقايق واعمل جزء تاني على القناة اا التانية علشان يبقى جزء هنا وجزء هنا خمس دقايق وخمس دقايق انما الناس كلها بتبقى عايزين يتكلم مع الحكم في الغلطة دي والغلطة بتاع الشوت الاولاني والكرة بدار بتجازق الشوت التاني ومش عارف طرد مين يبقى انا هعمل الفيديو كله على التحكيم ممكن فين وفين لما بقول فعلا ان الحكم اخطأ انا بقولها كده من عندي وجهة نظر انا وبقولها اعمل لايك للفيديو شارك في القناة شكرا شكرا